بنتي شنو ذنبها غدرتها السحر غاليتها صغيرة هاي ليش هي الغالية إذن التي غدت روحها مواراة تحت التراب أما ذنبها أنها بريئة قتلتها رصاصة طائشة في يوم امتحانها هكذا طويت قصة الطفل ملاك التي تبلغ من العمر 12 عاما في عمر الزهور وخطفت روحها من بين يدي عائلتها في منطقة 55 جنوب كاركوك إن أهل الله وإن إليه راجعون اللي ريد نقوله ريد نوسط صوتنا الرئيس الوزراء وخاصة السيد وزير الداخلية أوجه كلامي الوزير الداخلية السيد وزير الداخلية المحترم الله يخليك ظاهرة الإطلاقات العشوائية هذه دمرتنا يعني ما معقولة يعني بنتي مثل طيرة ذهب تروح على الشنو على طلقة واحد طائش كل ذنبه كانت حرصها أنه تطلع تاخذ درجة عالية هذا ذنبه أنه تروح للمدرسة وتغتيل بطلقة واحد طائش نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وقصة الموت برصاص مجهول أو طائش لم تكن وليدة اللحظة بل إنها قصة رسمت بلون الدم وكتبت على عاتق أبرياء لذنب لهم مناشدتنا الأكبر إلى رئاسة دولة الوزراء وإلى وزير الداخلية ومدير شرطة كاركوك بأنه اتخاذ الإجراء الصارم بحقها إلى الناس المستهترة يعني يصير عندك عرس جاء تطلب طلقات يصير عندك فاتحة تطلب طلقات يصير عندك شنو يكون المناسبة تعبرها بطلقات هذه التالية الموضوع يعني راحت عندنا طفلة 12 سنة عمرها اليوم كان أول يوم امتحانها يعني تعالي شوف أهلها مصير العائلات التي ينطق والد الطفلة الضحية على لسانها بحل المناشدة الطارئة لإقاف مسلسل الموت بالمجان وتحت عنوان الطيشي أو استخدام السلاح ترجمة نانسي قنقر